اللهم صلي وسلم و بارك على تيدنا محمد اليوم باش نحاضر مع بعضنا الشرمولة اسفقسية كيما تشوفوا الهنا عندي زوز كيلو ونص بصله احمر البصل هذي الحقيقة احنا العادة نطيبوها بالبصل الشيح لكن كما تعرفوا تول الوقت سيزون متبدله معنيت ما فهميش البصل الشيح اخذيت البصل الخضر هذي اخذيته قبل تقريبا بجمعة نحيط له العروشة امتع وحاولت نحطه شويه هكا في الشمس وموعة معنيتها احنا يشيح شويه اخذيت زوز كيلو نص قشرتهم نحيت منهم هذيك القشور الكل وتوا كما تشوفوا الهنا نحطوه في الماء نغسله نغسله بالبيهي وتوا باش ناخو الكاثارونة امتعي باش ان نقطع في هذيك البصل كل الكعبة باش نقص على زوز باش نحي منه هذيك القلب الخضر الدخليني لازم ومهم جدا انه نحيه هذيك القلب الدخليني امتع البصل باش ما يعملناش معانت باش ما يفسدناش الشرمولة امتعنا بالنسبة للناس اللي تابعوا في من البلدين الشقيقة وقولكم هذي اوكلة معنيتها متميزين بيا في ولاية من ولايات تونس ويكلوها انهار العيد بتبيع كل بلاد ورطالها كل ولاية واشنوها تحذر انهار العيد ومبعدي كان اخو البصل المتعي باش نقطعوا الجراير كما تشوفوا هكا اجنحة يعني اجنحة كما تشوفوا لهنا هكا فيديو قصير حبيت هكا ان نعطيكم فكرة على العادة متاع اسفقسية انهار العيد وعادة يعني من ولاية من ولاية تونس كما تشوفوا لهنا كما قطعكم نحاول ناحية هذيك التنجورة امتع البصل الشايحة اليابسة ونقص البصل امتع اجراير كما تشوفوا لهنا اه لحقيقة بنينا برشا حبيت انو ادكم ولهنا كملت قطعت البصل امتعي باش نضيف عليهم اترازيت زيتونا يعني زوز كيلو ابصل اه هنا في المرحلة هذي انا راني عملت زوز كيلو تقريبا او نص على خاطر كما تعرفوا يعني البصل هذي فيه برشا اه ما ومن بعديك باش يذبيل يلزم ننوصل زوز كيلو اه بصل وحطيتو تيب على روحه البصل بالزيت وتول هنا تعديوه باش نرحيو مع بعضنا الزبيب الزبيب اخذيتو من غير قلب هذيك لكحل كبير من غير قلب صراحة يعني اه اه احسر العسلي غالي ومبليس هذي لقيتو معانتها حاجة بيه وقدش من عام تون طيب بيه وتجيني الشرمولة متاعي ابنينا ونجحة حتيتوه ما سخون ونقعد نفرق فيه هذيك هكيكا حتى لاني معانيتها انخرج منه هذيك التراب الكل كيما تعرفوه زبيب ومعانتها ومشري من بره يلزمنا نغسله بالبيب البيب باش نحيو منه كمية التراب كيما تشوفوا لهنا عملتو قدش من مرة حتى يتبدل نغسل ونكب الماء حتى يتبدل اللون نمتعه متاع الماء ويولينا الماء متاع ونظيف وقتنا تمانو الزبيب متاعنا سيه معانيتها انظاف من التراب ومو كل شيء خذيت الربو رحيتو اه بتباع لي ما عندوش الربو متاع الكهرباء ينجم يستعمل ارحاء متاع القطو العادية وللبشكوتو وإلا في البراميكسر اه تحطو نرحيتو كامل 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 هكي خذيت اجود شباك باش رحيت في هذيك اه رحيت بيه هذيك الزبيب باش منقاش يعني يخرج هذيك العصير متاعو الزبيب ويعني وفرد المارا مقاش نطيش منه برشة اقشور معانتها فهمتوني ومن بعديك اخذيت صفية واحدة اخرى وإلا رحاية واحدة اخرى وعود تعديته على الرحا بعد ما ضفت له زوز اترات ماء ونقعد نعطها ان نخدم فيها كيه حتى لاني خرج هذيك العصير متاعو الزبيب كامل بتباع هذي هكي القوام معانتها متاع الزبيب بعد ما رحيتو نصب عليها الماء وكي ما قلت نقعد نخدم فيها كيكا باش باش نتحصل عن خرج منه القوة متاعه كل يعني خرج القوة متاع الزبيب الكل يوسط هذيك الماء خطر احنا مبعد باش نصفيوه والماء بركة هو الي باش نضيفوه علي ذيك كمية البصل باش يتيبنا ويولينا اه معتها كما الكراميل يعني مش كما الكراميل اما انا حبيت هكي نقرب لكم شوية بالنسبة للناس اللي تابع فيها من خارج تونس باش يولينا يعني كما المعجون معجون بالبصل معجون بالبصل هكي هاو نقعد نحرك هكي بداية ونعصر حتى نتحصل الناحية ذيك القوة الكل متاع الزبيب ومبعدي كأنصفيه والناحي منه ذيك القشور بتبع انطياشها والماء متاعه هو الي باش نصبوه في وسط البصل المتاعي باش يكمل ايتيب طريقة سهلة وبسيطة اه حبيت نفرح بمتابعيني اجدد لي نضافو القناتي ومتابعيني نقدم شكرا على تشجعاتكم وعلى لايكاتكم ولي اول مرة يشوف قناتي وقلوا فضلا اشترك وفعل الجرس باش يصلك كل جديد ومتنسونيش في لايك فضلا منكم وهيدي هكا الكمية تسبيب مرة اخرى عديتها على الرحاة هذي ما عندكش رحاة هذي تعمل بالبراميكسور البراميكسور زيدة ترتب وكن فهمها معنيتها حاجة معنيتها ما ترحتش شفته قديش اتقلص البصل معنيتها بعد ما خليته تقريبا ساعة ولا ساعة ونص يلوزم يكون على نار هيدية على خطر صراحة البصل ليسر فيه ماء وجويد نردو بيلنا لماكسيموم باش متتحرق الناش تحرق الناش تحرق البصل ساقنا معنا تمام ما تبداش بنيناء تو هذي الماء بعد ما صفيتوا بالغرب الجويد لحقيقة متصورتش اللقطة المهم نصفيوا بالصفية جويدة كومليت معون باش نشدوا منها هذي كالتفاش اللي فيه الفوق كمية البصل و الزيت تغلي ونكمل ونجعله يتيب على ريحته حتى لليعقاد جملة كمية البصل كمية البصل كمية البصل كمية البصل كمية البصل كمية البصل مع نتقبل يقوله غضوان حي عيد نغسله من هذيك الملح بالبيه بالبيه ومبيته ليلة كيملا نقعد كل مرة نقبله الماء بتاعه ونعود له ما جديد وهو محطوط في حاجة وهو مغطي معني هم غضوان حي الصباح كان عشنا نهار العيد نقوم نصفيه من هذيك الماء ونصمته حتى لين يتيب الحوت متاعي وإلا فمشكون يفوره انا لحقيقة نصمته كما تعرفوا فيه كمية كمية كبيرة من الملح وهذه وصفتنا وباي باي وبسلام